حابب أتكلم كمان عن حاجة مهمة جدا أكيد بتهم جماهير كرة السلة بشكل استثنائي والجمهور المصري بشكل عام أنا بكلمكم عن بطولة كأس العالم لكرة السلة اللي بتقام في دولة الفلبين واللي بيشارك فيها منتخب مصر للأسف أول إمبارح خسر منتخب كرة السلة رجال بقيادة طبعا المدرب الكندي أول مبارياته أمام نظيره وهو كان منتخب لتوانيا خسر بنتيجة 93-63 فرق كبير في منافسات بطولة كأس العالم اللي ابتدت يوم الجمعة اللي فات واللي هتستمر إن شاء الله حتى العاشر من سبتمبر المقبل المباراة شهدت سيطرة كبيرة نسبيا من الفريق المنافس على مجريات هذا اللقاء وده يعني إلى حد كبير ما نتحكش على نفسنا نقدر نقول إنه كان شيء متوقع لأن الحقيقة منتخب لتوانيا من الفرق القوية جدا في هذه الرياضة طبعا بتمنى من المنتخب مصر أنه يقفل بسرعة صفحة مباراة الافتتاح والخسارة من لتوانيا لأنه النهاردة عندنا مواجهة قوية جدا أمام منتخب مونتنيجرو وهي أكيد مباراة فارقة في يعني تأهل بقى مصر إن شاء الله للدور التاني منتخبنا بيرعب في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك ومونتنيجرو وليتوانيا وزي ما قلت لحضراتكم حيلعب تاني مباراة والنهاردة إن شاء الله أمام منتخب مونتنيجرو بعدها على طول مع المكسيك يوم 29 من نفس الشهر كل التمانيات لمنتخب مصر بتجاوز خسارة الافتتاح والتعويض في كل المباراة القادمة إن شاء الله أنا أكيد دي حاجة بتفرحنا كلنا فكرة إن منتخب مصر أيا كانت الرياضة اللي بنتكلم عليها بس منتخب مصر لما يعمل شغل حلو على الصعيد العالمي أكيد دي حاجة تساعدنا كلنا وتفرحنا كلنا وعلى ذكر السعادة والفرحة من الأخبار الحلوة والمفرحة يعني إعلان الاتحاد الدولي للكراتي التصنيف العالمي لللعبين واللعبات وطبعا ده كان عقب انتهاء منافسات بطولة إفريقيا للناشئين والشباب والكبار اللي أقيمت في دولة المغرب الشقيقة شهد التصنيف سيطرة لأبطال المتخب المصري للرجال على الترتيب العام الأول في التصنيف العالمي سواء كاتا أو كوميتي وفي مختلف الأوزان حيث تواجد في المركز الأول كل من عبدالله ممدوح ويوسف عماد وطاها طارق بينما جاء اللعب علي الصاوي في المركز السادس واحتل كريم أبو عطية المركز الثامن وحقق كريم وليد المركز السادس في منافسات الكاتا رجال كمان منتخب السيدات للكراتي سيطر على التصنيف وجاءت في المركز الثاني بالتصنيف العالمي كل من ريم أحمد وأحلام حمدي ومن شعبان وحصلت كمان في ريال أشرف على المركز الرابع وتواجدت دهب علي في المركز الخامس وجاءت عولة المدني في المركز التاسع وكمان آية شام جاءت في المركز السابع وخلوني أفكر حضراتكم أن منتخب مصر في بطولة إفريقيا حقق 37 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية دهب و15 فضة و8 برونز وشهدت البطولة منافسات كمان زوي الاحتياجات الخاصة وكالعادة دول أكتر ناس بيشرفون ويفرحون استطاع أبطال مصر في أن هما يتصدروا المنافسات بعد اقتناص 16 ميدالية في هذه البطولة 8 دهب و8 فضة برضو نرجع ونقول ده المعتاد منهم وده المتوقع منهم وإن شاء الله بنتمنى لهم المزيد من النجاحات اشتركوا في القناة